نحن الآن في سلسل القبلية هنا تبت الحريقة وهنا الآن أفراد الجيش الوطني وشباب المقاومة يخوضون أشرس المعارك لإكتحام تبت الحسد المطلع على الأخلود ذاك توصيف لجغرافيا المعارك الذي فرضته حرب الميليشيا وهذا واقع لكن ما ليس مفهوما ولا واقعيا أن تصبح هذه المناطق ذات الجغرافيا الصعبة ساحات لمواجهات فلا مواقع استراتيجية هنا ولا معسكرات ولا ممرات حيوية يمكن أن تحدث فرقا في خارطة الحرب في اليمن وهذا ربما مدخل لمعرفة العقلية التي تقاتل بها ميليشيا الانقلاب التي تحارب في معظم الأحيان لمجرد القتل وكأن لديها عقدة مع الحياة بل هي كذلك بالفعل كان الناس هنا ينعمون بالهدوء بعيدا عن الحياة الصاخبة وكانوا ينظرون لمناطقهم من خلال خضرتها وما تنتجه من محاصيل وما يتربع على قمم جبالها من حصون ومبان أثرية أما الآن تحولت نظرتهم وحتى المفردات تغط لغة الحرب ومفاهيمها في تداولاتهم اليومية فأكثر ما يتحدث به الناس هنا تمركز سيطرة هجوم معاكس تحرير وتقدم قطع أيضا للمقاتلين يصلوا إلى أجزاء كبيرة من الحصن الشرقي فكانت هناك إصابة كثيرة في المقاتلين فاضطر المقاتلين لعمل استراتيجي لسحب القرحة وإن شاء الله لنا موعد آخر مع الحصن قريبا بإذن الله قد تكون نجحت الميليشيا في إحداث الأثر في حياة الناس وثقافتهم وأثخنت أيضا في جراحاتهم لكن ذلك لن يدوم طويلا تلحظ هذا في عيون الأهالي وفي عزمهم على المقاومة والتحرير فما من ليل يدوم طويلا يردد الأهالي وسنة الكون تفرد التغيير حتما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر